اشتركوا في القناة من ابطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية الاشقاء والابناء من قبائل المنطقة الغربية اقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لابننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من امن امتنا العربية واشقائنا في دول الجوار المباشر ان ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتال عالي القوات يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت الي قواتنا المسلحة من تأهيل واعداد وامتلاك لمنظومة متتطورة من نظم التسليح والمعدات والمعدات القتالية التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ اي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وارضا من كافة التحديات والتهديدات التي تستهدف امن واستقرار الوطن لحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقود إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية السعية لنشر أفكار التطرف وتغزية الأنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر ولعل الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحزير من مخاطر وتهديدات تصاعدها وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وصرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزى من الأمن والاستقرار المصري لقد اتخذت مصر منذ البداية موقفا استراتيجيا سابتا دعا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية وصرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية واعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المتطرفة والمسلحة ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي وتغزية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كافة مكونات الدولة ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات وإتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها انطلاقاً من هذه الثوابت الاستراتيجية اتخذت الحركة المصرية على مدار السنوات السابقة عدة مسارات رئيسية شملة الآتي الدعم والاحترام الكامل لكافة جهود وقرارات الأمم المتحدة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتعاون الكامل مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وآخرهم غسان سلامة وكذا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وارتباطاً بحقائق الإعلاقات التاريخية والحضارية والروابط الأزلية خاصةً عبر الحدود بين أبناء الشعبين المصر والليبي وواقع الترابط الجغرافي والاستراتيجي الذي لا يمكن لأي من التدخلات الخارجية التأثير على مكانتها كانت الرعاية المصرية للعديد من الاجتماعات التي جمعت كافة مكونات الشعب الليبي من جميع الأقاليم والفئات بالقاهرة في إطار الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ليبيا تتوافق مع خيارات الأشقاء في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية خاصةً العسكرية وبعيداً عن سيطرة الميليشيات المسلحة المتطرفة وعن أي مصالح وأهداف لعناصر وجماعات ودول خارجية لا ترغب في الخير للأشقاء الليبيين وتتبنى مواقف وسياسات تخدم الاتجاهات الإيثارية وأهداف مشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال انتهاك السيادة للدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية بل وتسهم في انتقال المقاتلين الإرهابيين ونشر عناصرهم لتغزية بؤر الإرهاب وبناء ملاذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومروراً بالمشاركة المصرية الفعالة في دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي طرحت للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية بدءاً من اجتماعات أطراف النزاع في أبو ظبي وباريس وباليرمو وموسكو ومؤتمر برلين وبها كانت دائماً مصر حاضرة ومؤيدة لجهود السلام أيضاً كانت مصر على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية في تونس والجزائر ودعمةً لاتفاق الصخيرات الذي تم توقعه بإشراف الأشقاء بالمغرب أو تلك التي تتم من خلال اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى وكذا داخل المحافل الدولية والإقليمية وبمقدمتها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار ومع التطورات الأخيرة التي باتت تنزل بتصاعد المخاطر والتهديدات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح لسيطرة الميليشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية تمثل تكتلاً معادياً للمنطقة على الأشقاء في ليبيا ومقدراتهم الوطنية وإنما لامتداده لدول الجوار ورعاياها والأمن الإقليمي وامتداده للقارة الأوروبية وكذا الأمن والسلم الدوليين كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية الليبية والتي جاءت متصقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين والتي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية والتمهيد لذلك باستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي وانسحاب كافة القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية وحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني والدفع بمفاوضات المصار الأمن العسكري 5 زائد 5 رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية إلا أن سيطرة القوى الخارجية الدعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاج سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية ويزيد على ما تقدم الاستعداد من الميليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدماً شرقاً لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب بنا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنوه الميليشيات المسلحة الإرهابية والبرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق تموحاتها التوسعية على حساب الأمن القوم العربي والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا زال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار مساق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السالي سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزل من أمن والاستقرار مصر والأمن القوم العربي الثالث حق ندماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية الرابع وقف إطلاق النار الفول الخامس إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلاد القاهرة الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوات من القبائل إن مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوما من دعاة العدوان والاعتداء على الأراضي ومقدرات أي من الدماء وإنما كانت تعمل على حماية وتأمين حدودها ومجالها الحيوي وتقديم الدعم للأشقاء بالدول العربية انطلاقا من أن الأمن القوم المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القوم العربي وأن أمن واستقرار الدولة المصرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الدوار المباشر إن مصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا زالت تعمل للسلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المصارات السياسية التي تلبي إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي إنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم وشعوب أمتنا العربية وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا بعيدا عن سيطرة الجماعات الإيثارية الإجرامية والميليشيات والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية التي تسعى لاستعادة نفوز مضى زمانه ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين عاشت مصر دوما آمنة مستقرة وعاش جيشها زافرا منتصرا وسندا قويا لها ودرعا يحمي أمنها وسياجا متينا يزود عن عرينها ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلام عليكم عليكم السلام لند منصور بسيس المنفي من القبائل الليبية ممثلا لها ولو سمحت والحضور الكرام عندي كلمة أرجو السماح لي بتلاوته على الحاضر الجميع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الآلى للقوات المسلحة السادة الحضور الكرام شعب مصر العظيم بالإصالة عن نفسي والوفد المرافق وبالإنابة عن القبائل الليبية أحفاد المجاهدين بقيادة شيخ الشهداء الرمز عمر المختار يطيب لنا في هذا اللقاء التاريخي بأن نؤكد للعالم أجمع بأننا لم نأتي عابري حدود فقط وإنما جئنا بكامل إيرادتنا للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي الهام بقيادة المنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني بتشريف سيادتكم مؤكدين للعالم بأن أمن مصر من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر وكذلك أرتباط الشعبين بروابط الدم والمصاهرة والروابط الاجتماعية العميقة والجوار وبهذا أسمحوا لسيادة الرئيس والحضور الكريم بأن نوضح لسيادتكم عادة من اللقاء كالآتي أولا نؤكد دعمنا اللامحدود للقيادة السياسية في ليبيا المتمثلة في البرلمان المنتخب من كافة طياف الشعب الليبي برئاسة المستشار عقيل صالح جويدر والقيادة العسكرية المنبثقة عنه بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالجاسم ثانيا نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير والثناء لما قمتم به سيادة الرئيس في مبادرة القاهرة للحفاظ على وحدة وأمن وأستقرار ليبيا كما لا يفوتنا بأن نسجل خالص شكرنا للبرلمان العربي والبرلمان المصري على جهودهم المبذولة تجاه دولة ليبيا ثالثا نؤكد للعالم أجمع على وحدة التراب الليبي ونرفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي وأطمائه في الثروات والموارد الليبية فنحن لدينا العبر من الماضي ودروسا واقعية من مآسي الاحتلال الأجنبي الذي كان سببا رئيسيا في نهب خيرات وثروات ليبيا وترك لنا الجهل والتخلف والفقر وأخرنا أكثر من ثلاثمائة عام عن دول العالم رابعا نثمن دور جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة في الدعم اللامحدود ووقوفها مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف والحفاظ على استقرار وأمن ليبيا من الأطماع التوسعية لبعض الدول الإقليمية والدولية وهو ليس بغريب على جمهورية مصر العربية قلب العروب النابض فقد دعمت المجاهدين أثناء فترة الاستعمار خامسا نؤكد للعالم بأن الاحتداء الذي وقع لعدد من الجالية المصرية بمدينة ترهونة خلال الأيام الماضية على يد الميليشيات الخارجة عن القانون لا يمثل الشعب الليبي الشريف وإنه بريء من مثل هذه الأفعال المشينة التي يجرمها العرف والقانون الدوليين سادسا ليبيا دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها ومواردها وثرواتها ومن هذا المنطلق نشهد الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المادني بالعالم أجمع بأن تقف مع الشعب الليبي بحزم ضد كل محتدي على سيادة التراب الليبي وأن لا يكون قانون الغاب هو السائد في عالمنا اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قلب العرب النابذ باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم وبقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي وتحيا ليبيا موحدة بيه وعاشت مصر قلب العرب النابذ تحيا مصر وليبيا تحيا مصر وليبيا تحيا مصر وليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفد القبائل الليبية والسلام عليكم شكرا جزيلا واسمح لي يعني أنا كنت أنهيت الكلمة لكن الحقيقة أنت أو أنتم الحقيقة الشيوخ ووجهاء القبائل سواء كان في المنطقة الغربية عندنا في مصر أو في المنطقة الشرعية أو في كامل ليبيا نحن في مصر يعني نكون لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شؤونكم عبر الأزمة التي مرت على ليبيا وحتى الآن وكنا دائما مستعدين لتقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار ليبيا وليس من أجل ليست لنا أي مصلحة وأنا بقولها يمكن أنا خلصت الكلمة زي ما قلت كده لكن عشان كلامي يوصل من خلال هذا اللقاء لكل أبناء الشعب الليبي نحن ليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم لا نريد شيئا وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا وإحنا مستعدين نساعد ونساند ده هاتوا النهاردة من شباب القبائل من عندكم وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم نحن مش عايزين غير ليبيا المستقرة ليبيا الآمنة ليبيا السلام ليبيا التنمية يعني من فضلكم انتبهوا أن وجود الميليشيات وجود الميليشيات في أي دولة وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول لسنين طويلة قادمة وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح احنا الكلام اللي بنقوله دلوقتي عشان بس تبقى الأمور واضحة ووصل كل الناس بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية سواء كان من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية كلهم أبناء ليبيا وإحنا بنتكلم مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف فلنتوقف على هذا الخط ونبتدي إجراءات مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة اللي بيه وللوصول إلى حل للأزمة اللي بيه حل سياسي إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر خط بالنسبة لنا خط أحمر وبالمناسبة إحنا عمرنا ما كنا غزاء لحد ولا معتدين على سيادة حد ولو كنا إحنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة لكن إحنا احترمناكم عشان إحنا بنحبكم وما تدخلناش عشان إحنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ إن إحنا تدخلنا في بلادكم وانتم في موقف ضعف لكن الموقف الآن مختلف الموقف الآن مختلف النهاردة الأمور في المعادلة في المعادلة الأمن القومي في الأمن القومي العربي الأمن القومي المصر والليبي بتهتز وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة مننا كلنا وبقول لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم هذه القوات ستتقدم تحت لا لا استنم لا لا ستتقدم وانتم موجودين فوق منها أيوة نعم ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل اللي بيها على رأسها طيب أكمل وانتهت المسألة تخرج بسلام تخرج بسلام لأننا لا نرغب في شيء والله لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا أنا بقولي كلام ده كلام بسيط أنا أرجو أنه يوصل للشعب الليبي بالمناسبة إذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل ده إشارة للعالم على أن مصر مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد أنا مش عايز بس الناس تسمعني وتفهمني كويس أنا يخطئ من يظن أو يعتقد أن حلمنا ضعف أن الحلم أو الحلم والتعامل مع الأمور بحلم هو ضعف ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد أن الصبر تردد لا والله إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف لإضاع الحقائق لكن ليس أبدا ضعفا أو تردد يخطئ أو يخطئ من يظن أو يعتقد أن عدم تدخلنا في الشؤون في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء لا والله نحن قلنا رأينا خلال السنين اللي فاتت أن التدخل في شؤون الدول قد لا يكون له أو قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار هذه الدول لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات اللي في ليبيا ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح أنا بقول بقوة السلاح لا حيعد شرق ولا حيعد غرب لا حيعد شرق ولا حيعد غرب الخط اللي إحنا وقفين عليه ده نحترم كلنا ونعمل إجراء مباحثات لإنهاء هذه الأزمة ونخلي إرادة الشعب الليبي إرادة حرة ليست أسيرة إلا لشعب ليبيا وليس لجماعات أو ميليشيات مسلحة أو متطرفة أنا مش عايز أطل عليكم ولكن بما نحن تحدثنا خارج الكلمة عايز أقول برضو للشعب المصري أنا شايف أنه هو طبعا قلق وقلقه أو خلقه أو من مصار مفاوضات سد النهضة الأسيوبي أنا شايف أنه إحنا خلال سنوات طويلة جدا كنا حرصين على التعامل في هذا الموضوع من خلال التفاهم من خلال التفاوض وما زلنا متحركين في هذا الاتجاه لأنه عايز أقوله في النقطة دية عندما تحركنا إلى مجلس الأمن ولإعطائه الملف سد النهضة هو الحرص مننا على أن دايما أن ناخد المصار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته وبأكد ليش للشعب المصري للشعب الأسيوبي أنا تحدثت معكم للشعب الأسيوبي في البرلمان منذ تقريبا خمسة سنوات وقلت أن نحن نقدر التنمية في أسيوبيا وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس أن لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض أرجو أن الرسالة التي تصل لكل الشعب الأسيوبي وللقيادة الأسيوبية نحن محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع عزمتها والوصول إلى أحلول تحقق المصلحة للجميع شكرا جزيلا واسمحوا لي أن أنا أوجه التحية لقوات من فضلكم أوجه التحية لقوات البصطفة أنا بشكركم وسعيد بهذه القوة وبهذه القدرة التي رأيتها اليوم وأتمنى لكم كل التوفيق ربنا يا رب يحفظكم ويحميكم ويحمينا كلنا ويحمي 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 شعب ليبيا وشعب المنطقة العربية بالكامل أنا 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 وصلتني رسائلكم كلكم وأنا رسائلكم هتوصلني أكتر من خلال الشعب الليبي إذا تحرك لكي يلقي كلمته الشعب الليبي له مكان في نفسنا وفي نفس الشعب المصري والدولة المصرية شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته